حدثت لك مش متقبل قرار اتحاد الكورة باستقدام خبير تحكيم اجنبي وانت مسؤولة الرأس المنظومة وتلاهت قولت ان مارك جيلاتين بيرج الرجل الحاكم الانجليزي اللي هو يمكن لقل اشهر اللي اضار في 2016 يعني حدثين بيعتبره اهم حدثين في اوروبا اضار نهائي دورة ابطال اوروبا واضار نهائي بطولة الامة اوروبية كابتن بلايح حكم كبير تلعت قولت هو هيجي هنا يبقى مسؤول ده مخدش كورس محاضرين ده مش محاضر في الفيفا ده ما عندوش يعني امكانيا ان هو يطور التحكيم في مصر ومعترض عليه وقلت كلام كتير او كابتن العظام انت حضرتك مسكت رئيس لجن الحكام في مصر انت كنت لسه مبطل تحكيم نجحت في عدود مجلس الاتحاد ومسكت رئيس لجن الحكام على مدار ثلاث سنين ما خدتش كورس واحد وما كنتش محاضر معتمد في مصر ولا في الاتحاد الفريقية ولا في تحاد الدولي انت ليه بتقول الكلام ده على الحكم او الخبير الاجنبي وانت كنت موجود رئيس لجن حكام معاكشي اي كورس اخدته ده حاجات كتيرة جدا جدا مش موافق على كارت حاد الكورة وتقول طبعا ان الرجل ده مش هيتطور التحكيم مش موافق قدم سألتك واسيب اللاجن الحكام واي حد من الزملاء موجودين عنده استعادة ان هو يطور ليكي طور كابتن عصام ولكن انت ما تمسك بكورس ليه سؤال بس انت ما تمسك ليه بلاجن الحكام معترض على الرجل اللي يجيه وتلقيت قولت عليه كلام وطبعا دوت انا عز اقول ان دوت مخالف لساس اتحاد الكورة انت نهاردة يا كابتن عصام انت تتبع اتحاد الكورة لما جيت طاقم تحكيم اجنبي ما تعتردش لما جيت خبيل اجنبي يطور ليه بقى ما تعتردش مع كابتن احمد فيا كابتن احمد مش عاجبك الخبيل الاجنبي خد بعضك وقدم سألتك بكل اشياء ككده واسيب عندنا مصر فيها كفاءات عرغم ان انا ما اعترض تماما على ان يكون في كابتن علق خبيل اجنبي في مصر مصر مي لقابل كفاءات كابتن شريف عندنا الناس كتير مش هقول الاسماء عندهم القدر ان هم يطوروا ويشتغلوا بجد فدي بس كنا حبيت اقولها في البداية وعشان يبقى التحكيم ماشي كويس لابد احنا نركز كابتن احمد في تطوير بجد يبقى في خطة تطوير احنا مش شافين اولا خطة تطوير ولا حكم حتى عارفة ايه هو الخطة الموجودة للتطوير ده الكلام